موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء الخاص مع الدكتور وائل الشيخ أمين المدرب القيادي وأحد مؤسسي حملة فلا تظالموا دكتور حياكم الله حياكم الله بداية حملة فلا تظالموا ما هي؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا من اسمها فلا تظالموا هي دعوة ضد الظلم وهي أصلا أول من قالها هو ربنا سبحانه وتعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا وثورتنا السورية من أول من طلقت كانت هذه القيمة قيمة رفض الظلم وإقامة العدل كانت هذه القيمة هي القيمة الأساسية التي أطلقت الثورة للأسف شعبنا تعب كثيرا يعني الآن نحن بعد خمس من السنوات خرجنا بداية ضد ظلم النظام فرأينا مظالم تتراكم فوقنا فكنا في النظام صرنا ظلم المجتمع الدولي على ظلم الدول الحديفة لبشار حتى خذلان الدول الصديقة التي كان يتوقع منها نصرتنا وخذلانها لنا هذا أيضا ظلم فالشعب تعب وقع عليه ظلم كثير جدا نحن إلى درجة ما يعني لا نقول نعذر ولكن هذا شيء مبرر عدوك سيظلمك هو عدوك وانت خرجت ضده فظلم العدو هذا شيء طبيعي لكن ظلم الأقراب ظلمنا لبعضنا هذا الشيء الغير مفسر والغير مبرر يعني أنت الآن في سوريا ليس تبريرا أيضا لا شك النظام السوري حكمنا بقبضة فولاذية ونشر ثقافة الظلم والفساد في كل مؤسساته فسبحان الله ذهب النظام عن المناطق المحررة وبقيت هذه استقابة للأسف عندما تدخل الآن إلى معظم مؤسساتنا الثورية سترى أنها تدار بأسلوب شبيه بالأسلوب الذي كانت تدار به المؤسسات الحكومية ترى موضوع المحابات موضوع تولية الأقارب موضوع الظلم في توزيع العطايا هذا موجود للأسف موجود في الجماعات وموجود في المنظمات والمؤسسات الثورية الظلم موجود في كل للأسف في كل زاوية من الثورة وهذه ليست سودوية هذا اعتراف بالواقع الذي وصلنا إليه موجود الظلم عندما ينزح بعض الناس من مناطقهم ثم أصحاب المنطقة التي نزحوا إليها لا يستقبلونهم في بيوتهم بل في بعض الحالات يستغلونهم برفع الإيجارات وتصعيب المعيشة عليهم الظلم موجود عندما أبناء المنطقة يفرون منها ويتركونها لأبناء المناطق الأخرى حتى تدافع عنها إذن حملة فلتها ظالم موجهة إلى الجمهور الثورة أو إلى عامة الشعب وليس بالضرورة إلى مؤسسات معينة مؤسسات النظام على سبيل المثال أو مؤسسات عسكرية أو من هو الجمهور؟ يظلمك وظلم القريب أصعب من ظلم العدو ظلم عدونا لنا يجمعنا يعني ممكن أن يجمعنا ظلم العدو لنا أو هكذا يفترض أما ظلمنا لبعضنا فهو يفرقنا نعم فانطلقت الحملة التي تقول أن هذا الظلم غير مفسر وغير مقبول أبدا يقول ابن تيمي رحمه الله إن العدل واجب من كل أحد لكل أحد في كل حال وإن الظلم محرم مطلقا لا يباح بحال فلا أحد يجي الآن يقول أنه نحن في ظل ثورة وحرب والأمر لا يحتمل هذه الدعوات بالعكس العدل هي قيمة مطلقة لا تستثنى في أي حال وفي أي ظرف بل هو من أسباب النصر يقول ابن تيمي رحمه الله إن الله لينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة فهي إقامة العدل هذا من أسباب النصر وعلى العكس من ذلك الظلم الموجود فيما بيننا هو من أسباب الهلاك فسبحان الله أنت لو تصفحت في القرآن الكريم لو وجدت أن الهلاك هلاك الأمم دائما مرتبط بظلم أهلها وليس مرتبطا بظلم الآخرين وتكالب الأمم عليها يقول سبحانه وتعالى وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا فأنت عندما ترى هذا الظلم الذي موجود فيما بيننا والله لا يبشر بخير حتى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقوم عليه الحد فإذا كان هذا حال محاكمنا فنحن سبحان الله نكون موضون في سنن الهلاك والطريف أننا دائما نقول اللهم نصرك الذي وعد رب العالمين لم يعدنا بالنصر إلا بشرط قال إن تنصروا الله ينصركم ولكن قال لا تنزعوا فتفشروا فالنصر مشروط ومن أهم شروط النصر حتى نكون مستحقين له هو إقامة العدل ورفع الظلم فيما بيننا فلذلك انطلقت هذه الحملة اختبس جملة استخدمتها في أحد الفيديوهات التوعوية التي نشرتها حملة فلا تظالموا قلت ليست دعوة للفرار وإنما لتصحيح المسار نعم هل هذا يعني يترجم مجمل حملة فلا تظالموا هو للأسف الثقافي السائد الآن في ثورتنا هي الثقافة لا تحتمل أي نقد فأي نقد يوجه للذات يوجه للثوار تسمع الدعوات لا تطعنوا في المجاهدين ولا تتكلموا على الثوار وعلى العكس من ذلك دائما نحن نعطي قدسية لأنفسنا ونتقن لعب دور الضحية إن الله تكفل لي بالشام وأهله نقن هذا الدور أنه نحن جميعا شهداء والأمم تكالبت علينا وننفي عن أنفسنا أي مسؤولية هذه الدعوات لا تثمر عن عمل العكس هي مخدرة ومسكنة نحن نريد أن هي ليس من باب التخديل يعني نحن عندما تكون هذه الدعوة لا تدعو إلى عمل نعم ممكن أن يكون ذلك من باب السودوية والتخديل ولكن أنت عندما تطلق دعوة تطلب فيها عمل لتصحيح المسار فلا شك أن هذه دعوة إيجابية وليس دعوة سلبية أو محبطة إذن هذا النقد الذي تحدثت عنهم هل يعني يكون خاصاً ببعض الجهات والفصائل والتيارات والمؤسسات لنقل أم هو عام على الجميع هذا يقود أيضاً إلى السؤال عن على من تحسبون في حملة فلا تظالموا من يقف وراء الحملة أو هاته المستضعفين الناس المشردين في المخيمات في دول اللجوء الناس التي تعذب في سجون الأمنيين الناس التي يبقى هذا كلام عام نعم دكتور يعني أنتم حملة جهة مدنية لنقل أهدافها هي أهداف التورة التي انطلقت في عام 2011 وتحاولون أن تصححوا مسار الفصائل والجماعات والتيارات والمؤسسات التورية القائمة اليوم هل هكذا يعني ممكن أن لا شاك ولكن كلمة أنه نحن جهة هاي شوية غير صحيحة يعني نحن لسنا منظمين نحن لسنا جمعية لسنا مؤسسة لا هي الحملة هي فكرة كل من تبنى هذه الفكرة ودعا لها وأيّذها وعمل على إرساء قيمة العدل ورفع الظلم فهو صاحب الحملة يعني الحملة ليس لها يعني في البداية قلت أحد مؤسسي الحملة الحملة لها دعاة هي فكرة كل من تبنى هذه الحملة وهو من مؤسسيها وهو من أصحابها وهو من أهل هذه الحملة فكما خرجت الجموع في 2011 في ثورة ضد النظام الآن نعم بعض الثوار الذين رفضوا استمرار الظلم الداخلي الموجود في هذه الثورة خرجوا في هذه الحملة نعم في النهاية يعني كل هذه الحملات والمبادرات العفوية التي تنطلق تتبلور فيما بعد في مؤسسات وحيئات أهدافكم هل يمكن أن نجملها في عدد من النقاط طبعا الهدف يعني من اسم حملة فلا تظالموا يعني يعطي لها هدف واضح وهو رفع الظلم الداخلي الموجود في هذه الثورة الذي سنعمل عليه وعملنا وسنعمل عليه إن شاء الله بمساعدة كل الشباب الثورة الصادقين هو إعلاء قيمة العدل في النفوس أخي نحن عندنا صحيح عندنا مشكلة الظلم الموجود في المناطق المحررة لكن هناك مشكلة أكبر من الظلم وهي مشكلة التقبل الظلم مشكلة التعايش مع الظلم وأن يصبح الظلم أمر طبيعي يجب أن تقلم معه يعني أنت عندما تجد أحد المستضعفين المظلومين يشكو إليك ويبكي ثم تقول لي أخي لماذا لم تنتصر لنفسك يقول لك يا أخي عندما نستنتصر عند المحاكم المحاكم هي للأقوية إلى مراحم ربي عند الفصائل الفصائل لأبنائها إلى مراحم ربي طبعا الخير موجود ولكن للأسف المظالم منتشرة بشكل كبير دعا إلى إطلاق هذه الحملة فنحن نريد أن نجعل الظلم أمر غير مقبول إحياء قيمة العدل ورفع الظلم في النفوس بحيث أن نجعل هذه الثقافة الموجودة ثقافة التظالم فيما بيننا هذا أمر غير مقبول لأنه أيضا من أسباب فلاك الأمم يقول سبحانه وتعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فأن ترى ظلما ثم لا تنهى عنه فهذه كارثة فالآن الحملة تعمل على إحياء هذه القيمة في النفوس إحياء هذه القيمة وإعلاءها نرجو أنه سينبثق عنه تلقائيا مبادرات عملية كثيرة إحياء قيمة العدل في النفوس ورفع الظلم عبر أي آليات نعم لأن الحملة ستمر في عدة مراحل المرحلة الأولى التي مرت فيها هي مرحلة إعلان الفكرة والدعوة إليها وبفضل الله يعني أعتقد لأن الحملة لامست وجعا عند الناس فكانت الاستجابة لها كبيرة بفضل الله أكبر بكثير من الجهود التي قامت لإطلاقها كانت الاستجابة كبيرة حتى أنه خرجت مظاهرات بإسمها وسمي جمعة عشرين أيار بإسمها بفضل الله وعدد كبير من الشخصيات المعروفة التي لها قبول كبير على الساحة ساهمة في الحملة مثل الشيخ محمود الدالاتي الشيخ حباس شريفة الشيخ محمد الخطيب دكتور عبد المنعم زين الدين الشيخ وسام سلام وآخرون غيرهم بفضل الله يعني كانوا من دعاة هذه الحملة نعم سأسألك بعد فاصلا قصير إذا سمحت لدكتور عن طبيعة الأنشطة التي تقومون فيها لتحقيق الأهداف التي ذكرتمها نعم مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في هذا اللقاء الخاص مع الدكتور وائل الشيخ أمين المدرب القيادي وأحد مؤسسي حملة فلا تظالمه حياكم الله من جديد دكتور سألتك قبل الفاصل عن طبيعة الأنشطة نعم والوسائل التي تمارسونها لإيصال أهدافكم أو لتحقيق أهدافكم نعم طيب بس في نقطة صغيرة قبل ما أتكلم في موضوع الأنشطة هي نقطة أساسية لها من غايات الحملة أو لماذا حملت فلا تظالم ونعول عليها كثيرا إن شاء الله الموضوع قيمة العدل إعلاءها في النفوس هذه القيمة هي قيمة محورية في مجتمعنا يعني عندما تعلو هذه القيمة عندما يرتفع الظلم في المجتمع فسينعكس ذلك على أمور كثيرة معظم مشاكل الثورة يمكن وضعها تحت بند الظلم معظم المشاكل فأنت لو نظرت في الجماعة التولية لأشخاص غير المؤهلين في مناصب قيادي هذا الظلم التوزيع المنظمات الإغاثية عندما يعمل بعض الشباب في المنظمات الإغاثية فيكون التوزيع حسب المحابات أو حسب الأقارب وكذا على حساب أصحاب الحاجات فهذا أيضا ظلم في ظلم المغتربين هذا من الظلم أيضا اللي يجب أن نركز عليه الناس في بداية الثورة المغتربين كان عطاؤهم كبير في السنة الأولى من الثورة وسبحان الله كل مالها الثورة تزيل حاجتها والمغتربين يقول عطاؤهم فهذا أيضا من الظلم الوضع السيء في المحاكم اللي موجود فيه الداخل أيضا لو رفع العدل ستحول هذه المشاكل تجاوزات الأمنيين أيضا فقيمة الظلم لو أنها أصلحت وضرس العدل فهذا إن شاء الله سينعكس على كل مفاصل الثورة كيف هذا سؤالك نعم كيف سنعمل على ذلك طبعا كما قلت لك أن المرحلة الحملة تمر في مراحل المرحلة الأولى هي إعلان الفكرة وتقريبا انتهينا منها المرحلة الثانية طبعا في إعلان الفكرة يعني تم عمل فيديوهات دعوية توعوية كثيرة ودعوية وفضل الله يعني خطب الجمعة في إحدى الجمعة كانت خطب الجمعة عن الموضوع والظلم بالعشرات إن لم يكن أكثر من ذلك بفضل الله من خلال المقالات من خلال الدروس من خلال التواصل مع الجماعات يعني العمل بأساسه في المرحلة الأولى هو عمل توعوي ودعوي لإبراز أهمية العدل في مجتمعه إذا نوصل لكم إعلامية بالدرجة الأولى ليست فقط إعلامية عندما تتواصل مع أشخاص وتناقشهم في هذا الأمر أحيانا لا يكون التواصل فقط في العالم الأفتراضي أو فيسبوك وتفيتر ويوتيوب لا أحيانا يكون التواصل فعلا على الأرض إذا هذا التواصل هذه الجهود هل لمستم نتائج إيجابية لها على المدى المنظورة على أقل تقدير لا شك أن الحملة لا تزال في بدايتها يعني كما قلت أنه لا نزال في طور أعلان الفكرة ولكن مع ذلك بفضل الله رب العالمين يعني كان في استجابات كثيرة منها مهم جدا ومنها استجابات صغيرة على المستوى الاستجابات الصغيرة يعني كثير من الكيانات الثورية أسست ديوان مظالم هذا يعني وردتنا الكثير من المبادرات في هذا الباب من الاستجابات الكبيرة كانت مثلا استجابة محكمة العدل في حوران قاموا بمبادرة جميلة جدا لتخفيف المشاكل الموجودة لديهم ورد المظالم بدون أن يكون هناك عقوبات كبيرة على من قام بهذه الجنايات بهذه الاستجابات هل إذا مثلا لمستم استجابة معينة من مؤسسة معينة أو تيار أو فصيل معين هل تذهبون معه إلى أبعد مدى أم أن الكرة تنتقل إلى ملعب مؤسسات أخرى أو هيئات أخرى أو مبادرات أخرى لإكمال هذه العملية من الاستجابات الأخرى أيضا كانت من حركة أحرار الشام نعمل رقم تيليجرام مخصص يستجيب للمدنيين بحيث أنه أي عنصر من الحركة لو قام بإساءة فمباشرة المدنيين ممكن أن يتواصلوا مع هذا الرقم تصل مباشرة الهيئة القضائية لقيادة الحركة استجابات فضل الله كثيرة كانت منها على مستوى كبير ومنها على مستوى صغير وأنا أزعم أن هناك الكثير من الاستجابات التي لا نعرفها أزعم ذلك لأننا نعمل على إحياء قيمة وهذا هي هدف الحملة عندما تعلو هذه القيمة في النفوس ستترجم على شكل مبادرات واستجابات عملية أحيانا لا تخطر لنا يعني في أحد المرات كنت أتكلم مع أحد المشايخ فأتكلم له عن الحملة فسبحان الله تكلم عن لماذا ننتظر حتى العود بعد أن يعوج حتى نقومه لماذا لا نبدأ من بإخراج العود من بدايته سليما مستقما فلماذا لا نعمل على غرس هذه القيمة في أطفالنا من خلال دور التحفيظ والمدارس والروضات هذه الفكرة صراحة لم تخطر على بالنا جميعا جميع المؤسسين لم تخطر على بالنا فعندما تحيي هذه القيمة في النفوس وتعلي من قيمتها ستترجم على شكل مشاريع واستجابات منها ما تم ومنها إن شاء الله ما ننتظره لأنه لسا عمل جيد بالحديث عن الاستجابات هذا يقودني أيضا إلى الحديث عن الشراكات نوع الشراكات التي ترغبون بتشكيلها مع المؤسسات والفصائل والهيئات وأصحاب المبادرات جميل لأن عندما أردنا للحمدة أن تنتشر بشكل أكبر وعندما نصل إلى الناس في كل بيت في كل مؤسسة في كل منظمة في كل جماعة فهذا يحتاج إلى جهود كبيرة جدا يحتاج إلى حشد مجتمعي على هذا وهذا شيء طيب يعني قبل أن أجيب عن موضوع الشراكات هنا في نقطة جدا مهمة والتي هي أننا أول ما خرجنا في الثورة كنا جميعا على قلب رجل واحد بعد ذلك بدأنا ننظم داخل منظمات وجماعات وفصائل وكيانات هذا التنظيم أدى للأسف إلى اختلافنا فيما بيننا باختلاف الجماعات التي نحن موجودين فيها لكن حتى للأسف انتقلنا من مجتمع أو من بداية الثورة أننا كنا على قلب رجل واحد إلى شركاء متشاكسين مختلفين فالآن أن يقدم مشروع هذا المشروع يستطيع أن يحشد خلفه عدد كبير من هؤلاء ثوار الصادقين المخلصين الذين فعلا حريصين على مصلحة الجهاد ومصلحة الثورة في البلد فهذا فيه فائدة كبيرة إن شاء الله وقيمة العدل ورفع الظلم هذا من الأمور التي لا يختلف عليها يعني اثنان فالمرحلة القادمة التي نحن مكلين عليها هي مرحلة التعبئة المجتمعية أن نصل إلى جميع الناس هذا يحتاج إلى عمل يعني مؤسسات حتى نستطيع أن نقوم بذلك لذلك أنشأنا صفحة على الفيسبوك وهي دعوة أيضا للتواصل مع الصفحة باسم فلا تظالموا هذه الصفحة طبعا لها الدور التوعوي ولها الدور أساسي هو من يريد المساهمة في هذه الحملة بعمل فيستطيع التواصل مع الصفحة يستطيع التواصل مع الصفحة من أجل عمل هذه الشراكات التنفيذية التي تتكلم عنها أي منظمة أو مؤسسة تريد أن تساهم في هذه الحملة تريد أن تساهم في إعلاء هذه القيمة في نفوس الناس يستطيعون التواصل مع الصفحة لترتيب هذه الأمور وبفضل الله حتى الآن يعني تواصل عدد كبير من المنظمات حتى الآن تقريبا تم عمل أربع شراكات تنفيذية مع منظمات كبيرة نعم تحدثنا عن الاستجابة والجوانب الإيجابية لإطلاق هذه الحملة لكن بطبيعة الحال هذه الاستجابة من بعض التيارات والمبادرات هل وجهت بعقبات معينة؟ الحمد لله حتى الآن لا الحمد لله حتى الآن نهائيا بفضل الله أربع العالمين لأن كما قلت هل تتوقعون عقبات معينة؟ ربما يعني نحن عندما نتكلم عن نحن عندما نتحدث كما ذكرت عن قيمة مطلقة وهي العدد من المفترض أن لا يختلف عليها اثنان والذي يختلف عليها فمن المصلحة أن يعرّه يعني عندما يقوم البعض بمهاجمة هذه الحملة هذه الحملة كما قلنا ليست محسوبة على أحد وهذه الحملة يعني هي إن شاء الله إن شاء الله لا يراد بها إلا وجه الله ولا يراد بها إلا رفع الظلم عن المستضعفين فكل من يقف في وجه هذه الحملة يعني لا نستطيع بصراحة أن نحسن الظن فيه ويكون من المصلحة أصلا أن يعرّه بكل من يهاجم هذه الحملة حتى الآن ما وقعنا بفضل الله يعني لم يقف أحد في وجهنا ولم توجه لنا أي إساءة أطلاقا العكس كان التعاون كبير جدا من الجميع بفضل الله رب العالمين لكن بصراحة نحن لا نخشى من هذا نحن نخشى من المحاذير تماما نحن نخشى من أمور أخرى نحن نخشى أن تنحرف بوصلة الحملة الحملة كما قلت هي وقف مع الذات للتصحيح والتغيير نخشى أن تتحول الحملة إلى تصفية حسابات تحت مظلة الحملة أن البعض يستغل هذه الحملة فيتكلم مع طرف آخر يريد أن يصفي حساب معه نخشى أن تنحرف هذه الحملة لأن تتحول إلى شيطنه للفصائل المجاهدة من المدنيين يعني يقولون أن أكثر الظلم موجود في الفصائل إلى آخره أو موجود منهم هذا غير صحيح هذا غير صحيح ليس أكثر الظلم موجود في الفصائل أبدا الظلم منتشر للأسف كثقافة سائدة في المجتمع فنحن نخشى نعم من شيطنة الفصائل لذلك نحن في الحملة في كل الفيديوهات التوعوية والدروس والإصدارات التي أصدرناها كنا حريصين جدا جدا على هذا الأمر هي دعوة للوقوف أمام الذات أنا عندما أخاطب أي منظمة من أجل أن تتبنى هذه الحملة ليس من أجل أن تقيم العدل على نفسها لا من أجل أن تتوجه إلى الآخرين لكن ما الضامن حتى لا تتحول الحملة إلى ما ذكر الضامن هو كثرة العمل كلما كان العمل ضخم وله زخم كبير ويقف وراءه حشد مجتمعي كبير فساعتها بعض الخلل هنا أو هناك إن شاء الله لن يؤثر على سير الحملة ككل الضامن أيضا أن لا تحسب الحملة على جهة معينة عندما تحسب الحملة هذا واقعنا عندما تحسب الحملة على جهة معينة تبقى مستقلة الحملة مستقلة وستبقى إن شاء الله كذلك مستقلة حتى الشركاء هم شركاء تنفيذيون ولكن الحملة هي فكرة هي فكرة رفع الظلم فهذه الفكرة ليست محسوبة إلا على المظلومين ضامن أيضا أن الحملة تنمو أكثر وتتبلور بأشكال أخرى نحن عندما نتكلم عن رفع الظلم فهي دعوة لتماسك المجتمع فيمكن أن تنبثق عن هذه الحملة حملات أخرى أو مبادرات أخرى تحت مظلتها وصلتنا عدة دعوات لمبادرات أخرى بفضل الله في موضوع التراحم في موضوع التكافر إن هذا كله ينبثق من رفع الظلم فكلما ظهرت مبادرات أكثر وفعلت فإن شاء الله هذا ضامن لاستمرار الحملة وعدم حرف مسيرتها يعني أنا أرى من أهم الأمور الاستراتيجية التي يجب العمل عليها هو إعادة تماسك المجتمع وتلاحمه وتراحمه فيما بينه لأن أخي المخططات الخارجية التي تكاد وتحاك لنا كثيرة جدا وكبيرة وعندما يكون المجتمع الثوري السوري مجتمع متفكك مجتمع منقسم مجتمع متنازع فهي ترى بيئة خصبة يعني نحن نسهل المهم على أعدائنا كلما كنا متفككين ومختلفين وعندما نكون متماسكين ومتراحمين فهذا سيصعب عليهم المهم إن شاء الله وسيفشل مخططاتهم يعني الكثير يشتكي من اختلاف الفصائل وفرقة الفصائل ولا شك أنه هذا أمر خطير ومؤذي جدا للساحة ولكن الحقيقة أنه تفكك الفصائل هو انعكاس لاختلاف قلوبنا يعني بالأساس القلوب هي التي اختلفها خلاف هذه القلوب انعكس على شكل اختلاف بشكل مدي لهو اختلاف الفصائل فإذا صلحت قلوبنا وعدنا إلى حب بعضنا وتراحمنا ورفعنا الظلم فيما بيننا فبقية المظاهر إن شاء الله ستكون تحصيل حاصل يعني الكثيرين يعني خصوصا الناس بيحبوا الإدارة والتخطيط وأنا منهم عندما يتواصلون معنا فيتكلمون عن أهداف محددة يريدون أهداف واحد اثنين ثلاثة أرقام هذه الحملة ليست كباقي الحملات ليست كباقي المشاريع هذه الحملة عندما يعلو قيمة العدل عندما تعلو في النفوس ستنبثق عنها مشاريع ربما نحن لا نعرفها إذن ليس من الضرورة أيضا أن ننتظر نتائج مباشرة نعم نعمل في العمق نعمل على العمق في النفوس على إصلاح النفوس إن شاء الله على رد المظالب هل تعيدون الشعب السوري لنقل مشاريع مستقبلية يمكن أن تثمر لتحقيق هذه الأهداف نتمنى من الشعب السوري ولا نعيدهم نتمنى من الشعب السوري أن يستجيب بمبادرات واستجابات الحملة للشعب ومن الشعب وكل من يستجيب لها فهو من مؤسسيها وهو من أعضائها نعم نحن أول من أطلق هذه الحملة نعمل يعني تقريبا كل وقتنا من أجل التمهيد لهكذا مشاريع ونعمل أيضا في الصفحة على صفحة الفيسبوك التي حاليا هي المنصة الوحيدة الرسمية للحملة نعمل على المساعدة في من يريد إطلاق مثل هذه المبادرات نقدم له الدعم إن كان الدعم الاستشاري وإن كان في عندنا خطط عمل مثلا موجودة جاهزة نقدم له الدعم من أجل من يريد أن يساهم في هذه الحملة أنا أشكرك جزيلا شكر الدكتور وائل الشيخ أمين المدرب القيادي وأحد مؤسسي حملة فلا تظالم شكرا جزيلا بحضورك الله يسيكم خير وبركاته كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة في ختام هذه الحلقة هذه تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكرا جزيلا بحضورك اشتركوا في القناة